موسيقى النشاط الرئيسية من قناة الجزائر الدولية وهذه ابرز عنوينيحا اربعة وثمانون شهيدا وعشرة الجرحة في ثماني مجازر شديدة للاحتلال آلة الحرب الصنيونية تلاحق النازحين في خانيونس تواصل المجازر في الضفة وسبعة شهداء في غارة على مخيم طول كارم موسيقى الفصائل الفلسطينية تعلن التواصل الاتفاق وحدة وطنية شاملة وحماس تعتبر اعلان بيكين الحل الانسب للوضع وتصفه بالسد المنيع امام التدخلات الاجنبية في غزة بعد العدوان موسيقى الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز المسعى الافريقي المشترك لمكافحة الارهاب رئيس تبون يستقبل قائد افريكوم والقيادة العسكرية الامريكية تؤكد على امكانات التعاون العسكري الثنائي موسيقى البنك الدولي يشيد بانجازات الجزائر الاقتصادية ويصفها بالبارزة اتفاق رباعي على انجاز مشروع ممر جنوبي لنقل الهيدروجين من الجزائر نحو اوروبا شهر سبتمبر القادب واتفاق بين الجزائر وتونس وليبيا على انشاء مجلس شراكة لارباب العمل موسيقى بالذكرى الخامسة والعشرين لتولي محمد السادس العرش الملكي انهيار اقتصادي واوضاع اجتماعية تزداد قتامة بظل اسرار نظام المخزن على التطبيع مع الكيان ومنظمات تندد بالانتقام الممنهج من داعم القضية الفلسطينية وجنوب افريقيا تجدد موقفها الداعم للقضية الصحراوية موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرامي للتفاصيل والبداية باخرة تطورات من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل موسيقى في المستهل ارتفعت حصيلة القصف الصهوني المكاثف والعنيف على خان يونس جنوب قطع غزة الى تسعة وتمانين شهيدا مع وجود اكثر من ثلاثين شخصا تحت الانقاذة فيما وصيب مائتان وثلاثة وستون اخرون وتسمن العضوان الصهوني الواسع على المدينة مع نزوح قصري لعشرات الالاف من الفلسطينيين وسط اوضاع انسانية كارثية في خان يونس لا يتوقف الفلسطينيون عن دفن شهدائهم ضحايا الابادة الصهونية المتواصلة بالمنطقة التي حولها الاحتلال الى ساحة حرب مفتوحة مخلفا استشهاد عشرات النازحين واصابة المئات منهم في حين لا تزل العشرات من جثامين الشهدائي تحت الانقاذ يمنع الاحتلال طواقم الاغاثة الوصول اليها لليوم الثاني على التوالي يستمر الاحتلال في قصف محافظة خان يونس من كل ارجائها محاولا خيام النازحين الى اهداف لغاراته ومن دون انذار مسبق تسعيد الاحتلال شرق خان يونس ارغم ما تبقى من النازحين في المنطقة على التوجه الى غرب المحافظة او اي منطقة اخرى واستقصف جوي ومدفعي مكثف في ذل ظروف انسانية وطبية كارثية ميدانيا يمضي الكيان الصيوني في نشر المزيد من جنوده وقناصته بالمنطقة والدفع بآليات العسكرية الثقيلة تنفيذا لعدوانه الذي قال انه سيستمر لأسابع قادمة العدوان الصيوني المتجدد على خان يونس بعد انسحاب قوته من المحافظة شهر افريل الماضي يعكس يأس سلطات الاحتلال من تحقيق اهدفه المعلنة على الارض يأس تعززه مجازره المروعة بحق المدنيين الابرياء استشهد تسعة فلسطينيين على الاقل ضمنهم نساء واطفال في غارة صيونية على منزل بحي الصبر جنوبية مدينة غزة واعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عن تمكن طواقمه من انتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة ضمنهم طفلان اثر استهداف الطيران الحربي للاحتلال منزلا في شارع المغربي بحي الصبر استشهد ستة فلسطينيين واصيب عشرة اخرون ثلاثة اثرى قسف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطع غزة وافدت وكالة الانباء الفلسطينية بان طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا لعائلة عبدالهادي عند مدخل المخيم ما ادى الى ارتقاء ستة شهداء واصابة عشرة اخرين نقلوا الى مستشفى العوتة هذا وافد دفاع المدني في غزة لتاء بان عناصره انتشلت اربعة شهداء من منزل قصفه الاحتلال في شارع الهوجة بجباليا شماليا القطاع ونقلت وسائل علام فلسطينية بان الاحتلال الصيوني استهدف منزلا يعود لعائلة جلهم بمخيم جباليا شماليا قطاع غزة ادى الارتقاء اربعة شهداء وعدد من المصابين ارتكبت قوات الاحتلال الصيوني الثامانية مجازر اخرى في قطاع غزة رح ضحيتها اربعة وثمانون فلسطينيا الى جانب اصابة ثلاثمائة وتسعة وعشرين اخرين خلال اربعين وعشرين ساعة واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصيوني المتواصل على القطاع الى تسعة وثلاثين الفا وتسعين شهيدا بالاضافة الى اصابة تسعين الفا ومائة وسبعة واربعين جريحا منذ بدء العدوان في السابع اكتوبر الماضي حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء ما وصفته بالتفشي المقلق للاوبئة في قطاع غزة بسبب انهيار النظام الصحي وتدمير البنية التحتية جراء العدوان الصيوني المتواصل وكشف رئيس فريق الطوارئ الصحية تابع للمنظمة في فلسطين اياديل سابربكوف عن رصد فيروس شلل الاطفال المعدي محذرا من تفشي عالمي للوباء في حال عدم اتخاذ اجراءات لتطويقه انا قلق جدا من تفشي المرض في غزة وهذا لا يتعلق بشلل الاطفال فحسب بل تفشي امراض معدية مختلفة اذ لم تتوفر خدمات صحية مناسبة سيصبح سكان غزة على وجه الخصوص عرضة لتفشي الامراض هناك خطر كبير لانتشار فيروس شلل الاطفال المشتق من اللقاح في غزة ليس فقط بسبب اكتشافه بل بسبب الوضع السيء للغاية فيما يتعلق بصرف الصحي للمياه قد ينتشر ايضا على المستوى الدولي في مرحلة صعبة جدا من المقرر ان تصل فرق من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونسف الى غزة يوم الخميس لجمع عينات براز بشري في اطار جهود تقييم المخطر المتعلقة باكتشاف الفيروس التقييم الذي نأمل ان يكتمل بحلول نهاية هذا الاسبوع ميدانيا قصفت المقاومة الفلسطينية عددا من المستوطنات الصيونية في غلاف غزة انطلاقا من محاور التواغل في مدينة رفاح الوبي القطاع وبث حساب الاعلام الحربي لسراء القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي على تطبيق التليجرام شهد من تجهيز واطلاق رشافات صاروخية على مستوطنات من بينها حوليت ويتيد وصوفة كما بثت المقاومة الفلسطينية مشاهد جديدة لاستدراج قوات صيونية راجلة الى كمينين وصفتهما بالمحكمين في مخيم يبنى بمدينة رفاح وعرضت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس مشاهد لعمليتي الاستدراج موضحة بان العملية الاولى جرت داخل احد الانفاق والثانية في بيت مفخخ ما اوقع القوات الصيونية بين قتيل وجريحة تعدت قوات الاحتلال الصيونية الثلاثاء من عدوانها المتواصلة على الضفة الغربية بتوسيع نطاق اقتحاماتها للمدن والبلدات مع اللجوء الى قصف مخيم طول كرم باستخدام مسيرات ما ادى الى استشهاد خمسة فلسطينيين واصابة اخرين بجروح فيما استشهد شبان برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال شرق الخليل تصعد قوة الاحتلال الصيونية عدوانها على الضفة الغربية بشكل غير مسبوق ليطال مرة اخرى مدينة طول كرم مخيمها منذ مساء امس الاثنين مخلفة خمسة شهداء جراء قصف مسيرة لموقع في حارة الحمام بالمخيم ناهيك عن الضمار الواسع والكبير في البنية التحتية والممتلكات بعدما سخرت لاقتحامها اكثر من خمس وعشرين آلية عسكرية مرفوقة بسبع جرافات من النوع الثقيل لتندلع على خلفية ذلك اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الصهيونية المقتحمة اعلنت على اثرها كتائب القصام في طول كرم تفجير عبوة ناسفة في جرافة من نوع دي تسعة لحوار المقاطعة وعارضت مشاهد توثق لحظة الاستهداف اننا اذ نزف الشهداء المقاومين القادة وكل شهداء شعبنا لنؤكد ان هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سودا وسيواصل شعبنا ومقاوماته نضالهم المشروع على درب شهدائنا الابطال في وجه ارهاب الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه نحيي سمودا وجهاد اهلنا ومقاومينا في مخيم طول كرم ونؤكد ان عملية الاغتيال لن تكسر شوكة المقاومة ولن تزيد شعبنا الا اسرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة حتى انهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كفة كتبة طول كرم التابعة لصرايا القدسية الاخرة تبنت عملية تفجير عبوة ناسفة زرعت في مكان تمركز القناصة والقوات الصهيونية في محور المربعة بالاضافة لاستهدافها آلية الاحتلال في محور الذنابة محافظة الخليل هي الاخرى لم تسلم من آلة التقتل الصهيونية حيث استشهد اليوم الثلاثاء شبان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال اثر اقتحامها منطقة رأس العروضة لتندلع مواجهات اطلق خلالها الجنود الصهيون الرصاص الحي والمعدنية المغلفة بالمطاطة وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين هذا وتشهد انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حمالات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال ليضاف كل هذا الى حجم معاناة الفلسطينيين من مذايقات واعتقالات ومحاولة تغيير ديمغرافي وجغرافية في اطار حرب تطهير عرقية ممنهجة اعلنت الفصائل الفلسطينية التوصل الى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى في اطار منظمة التحرير بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في فيكين وبدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين اوضح بان الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة وصفت حركة المقاومة الاسلامية حماس ثلاثة اعلن بيكين بالخطوة الاجبية والاضافية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية اعتبرت الحركة في بيان لها ان اهمية الاعلان من حيث المكان والدولة المضيفة بوزن الصين الدولي وموقفها الثابت الدعم للقضية الفلسطينية معربة عن تقديرها العالي للجهود الكبيرة التي بدلتها الصين للتوصل الى هذا الاعلان وتحركها في هذا المسار للمرة الاولى بثقالها ومكانتها واليوم احنا اذ نوقع اتفاقية اتفاقية للوحدة الوطنية نقول بانه الطريق من اجل استكمال هذا المشوار هو وحدتنا الوطنية ولذاك نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها هذا واكد وزير الخارجية الصيني وانجي بان بلاده تأمل ان تحقق الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية واقامة دولة فلسطينية مستقلة قريبا وانجوى تعليقا على الاتفاق الذي ابرمته الفصائل الفلسطينية في الصين اكد مواصلة فيكين العمل مع جميع الاطراف المعنية بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية المستندة الى اساس المصالحة الداخلية ان اهم توافق في حوار بكين هذا بين الفصائل الفلسطينية هو الالتزام بالمصالحات الكبرى والوحدة الكبيرة بين الفصائل الاربعة عشر ونتيجة الجوهرية هي انه اصبح من الواضح ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني التطور الاكثر اهمية هو الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لحكم غزة بعد الحرب شل متظاهرون امريكيون قلب العاصمة واشنطن تنديد بزيارة ما يسمى رئيس وزراء الكيان الصيوني بن يامين ناتينياهو واصفين اياه بمجرم الحرب المتظاهرون احتشدوا خارج فندق واترغيت حيث يقيم ناتينياهو واغلقوا الشارع الرئيسي ملوحين بالعالم الفلسطيني ومرددين شعارات مناهضة للاحتلال ولحرب الابادة الجماعية التي يرتكبها في قطع غزة كما تجمهر العشرات عند الطريق المؤدي الى مدخل موظفية البيت الابيض مطالبين بوضع حد للتواطئ الامريكي في حرب الابادة المتواصلة بغزة فيما نشرت الشرطة الامريكية تطويقا امنيا حول المكان نحن هنا لانه من السخيف تماما ان يتم الترحيب بناتينياهو في مدينتنا في العاصمة من حيث تذهب مليارات الدولارات الى اسرائيل انه امر مثير للاشمئزاز ان يرحب به الكونغرس هنا فيما يواصل تنفيذ الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني هذا الرجل مجرم حرب لا ينبغي ان نستضيف مجرم حرب ببلادنا يجب ان يكون في المحكمة وان يحاكم على جرائمه انه المسؤول عن مئات الالاف من الناس الذين قتلوا في غزة يجب ان لا نقبل بوجود امثاله في الولايات المتحدة انا هنا لان ناتينياهو هو المسؤول عن الابادة الجماعية في غزة وعن قتل ازيد من تسعة وتلاتين الف شخص نحن هنا لان هذا الشخص المجرم والقاتل والشرير تمت دعوته من طرف الكونغرس لالقاء خطاب اخبارنا متواصلة وفي شان اخر استقبل الرئيس الجزائري عبد المجلسي تابون ثلاثاء قائد القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا افريكم الفريق اول مايكل لانجلي بيان للرئاسة الجزائرية يفاد بان اللقاء حضره رئيس اركان الجيش الفريق اول السعيد شانجريحة ومدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بشؤون المتعلقة بالامن ودفاع بن عتو بومتيان جددت الجزائر التأكيد على التزامها بمواصلة جهود تعزيز المسعى الافريقي المشترك لضحر الارهاب والوقاية منها عبر عدة مبادرات لتعزيز اليات التعاون الامني القري جاء ذلك على لسان رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق اول السعيد شانجريحة خلال استقبال الثلاثاء قائد القيادة الامريكية في افريقيا افريكم الفريق مايكل لانجلي الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على رأس وفد عسكري هام حسب ما افد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية واخذا بعين الاعتبار المهمة المخولة لها من طرف الاتحاد الافريقي كمنسق لمحاربة الارهاب والتطرف العنيف على مستوى القرى فان الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الافريقي المشترك لدحر الارهاب والوقاية منه ورفعت العديد من المبادرات على غرار اعداد مخطط افريقي لمحاربة الارهاب تفعيل الصندوق الافريقي لمحاربة هذا التهديد اعداد قائمة افريقية للاشخاص والكينات المتورطة في اعمال ارهابية وكذا اعداد مذكرة توقيف افريقي رئيس واركان الجيش الجزائري شدد ايضا على التزام بلاده بدعم كل مبادرة افريقية ومساندة جهود هيئة الاتحاد الافريقي لتمكن القرى من مواكبة التحديات الامنية التي تواجهها اود ان اجدد التزام بلادي للدعم كل مبادرات افريقية ومساندة جهود هيئة الاتحاد الافريقي لتمكن القرى الافريقية من مواكبة التحديات الامنية التي تواجهها كما اؤكد لكم تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكر التنائي قصد المزيد من التشاور بخصوص السبل والوسائل المتعينة توفيرها لبلوغ بكل وقعية الاهداف الامنية للقارة الافريقية عموما ومنطقة شمال افريقيا على وجه الخصوص من جهتي اكد قائد القيادة الامريكية في افريقيا افريقيا الفريق مايكل لانجلي خلال زيارته للجزائر على امكانات الطرفين لتطوير التعاون العسكري التنائي لانجلي ابرز ان الزيارة اتحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الجزائري حول مختلف القضايا الامنية المطروحة للصحتين الدولية والاقليمية اشهد البنك الدولي بتحقيق الجزائر ما سماها انجازات اقتصادية عالمية بارزة بتزامن مع تسجيل مكاسب بيئية ببعض عالمي خلال السنة الجارية وصنف تقرير الهيئة العالمية الجزائر ضمن اربع دول فقط تمكنت من الانتقال من مستوى الدول ذات الدخل المتوسط الى مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط العالي تحول النوعي شهده الاقتصاد الجزائري تجلت مؤشراته في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى الى فئة الدول ذات الدخل المتوسط العالي وفق اخر تقرير للبنك الدولي لتكون الجزائر بذلك واحدة من ضمن اربع دول فقط نجحت في الحفاظ على نمو اقتصادي ديناميكي خلال عام 2023 اذ سجلت ناتج المحلي الاجمالي زيادة بنسبة 4.1% تحول يعزى بالاساس الى توافر عدة عوامل عززها الاداء القوي في قطاعات المحروقات وخارجها ودعمتها تحديثات المنظومة الاحصائية التي اتاحت قياسا ادقة للناتج المحلي مكن من تصنيف الجزائري في مستوى التطور الاقتصادي المناسب حسب ما اورده التقرير ذاته لقد مكنت عملية تغيير السنة الاساس لسلسلة الناتج المحلي الاجمالي التي اكتملت في عام 2024 من تقييم الاقتصاد الجزائري بصورة ادق وبالتالي اعادة تصنيف البلاد في الفئة الانسب لمستوى تطورها الاقتصادي وهذا يؤكد اهمية توفر البيانات الدقيقة في توجيه السياسات الاقتصادية انجزات تتوالى تباعا فقد اظهر تقرير البنك الدولي تحقيق الجزائر اكبر انخفاض في حرق الغاز على الصعيد العالمي في عام 2023 مسجلة بذلك للعام الثالث على التوالي تراجعا في انبعاثات حرق الغاز اضافة الى نجاح البلاد في تحقيق خفاض اجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة في كثافة الحرق ضاربة مثالا يحتذا به في عام لم تكن فيه الاتجاهات العالمية ايجابية قدرة على الصمود تكيف مبتكر مع التحديات العالمية ثنائية ارتكزت عليها الجزائر في دعم وتطوير برنامجها الطاقوي وبناء استراتيجية لبعث مشاريع الطاقة المتجددة تنويعا لمزيج الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة توجه تدعمه كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية تطلعا لمستقبل باولويات طاقوية مرنة وواعدة اتفقت خمس شركات من الجزائر المانيا ايطاليا والنمسا على توقيع مذكرة تفاهم لاجراء دراسات الجدوى لمشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين من الجزائر نحو اوروبا شهر سبتمبر القادم بيان عن مجموعة السونتراك الجزائرية اوضح بان المشروع يهدف الى نقل نحو اربعة ملايين طن من الهيدروجين الاخضر سنويا من الجزائر الى ثلاث دول اوروبية في خطوة هامة لتعزيز مكانتها كلعب رئيسي للطاقة عالميا ارسم المجمع الطاقوي الجزائري سونتراك بتعاون مع شركاء عالميين اتفاقا تاريخيا لانتاج وتصدير الطاقة النظيفة الى اوروبا اتفاقية تمهد طريق نحو التجسيد الفعلي للممر الجنوبي للهيدروجين الاخضر في لقاء ضم كبر المسؤولين من كبريات شركة العالمية في مجال الطاقة وهي سونتراك الجزائرية وفي انجي الالمانية وشركة سنام وسيكوريدور الاطاليتين والشركة فاربوند النمسوية جرى خلاله ترسيم ورقة الطريق لانشاء الممر الجنوبي للهيدروجين الاخضر عبر خط انابيب بطول ثلاثة الاف وثلاثمائة كيلومتر يزود الاتحاد الاوروبي بما يقارب اربعة ملايين طنين من الهيدروجين سنويا مع استهداف توفير نحو اربعين بالمئة من الحاجات الاوروبية من المورد الطاقوي الجديد بفضل موقع الجغرافي المميز ووفرة الموارد الطبيعية تعد الجزائر منصة مثالية لانتاج الهيدروجين الاخضر باسعار تنفسية ما يتيح لها لعب دور محوري في سلسلة قيمة الهيدروجين العالمية الجزائر تؤكد مجددا التزامها ببناء مستقبل مستدام للاجيال القادمة وتساهم في رسم مسار اقتصاد اخضر نظيف وصديق للبيئة بما يتنسب مع الالتزامات الاممية لتغيرات المناخ كشف رئيس التنفيذي لشركة نوتورجي الاسبانية فرانسيسكو رينيس عن التوصل الاتفاق مع شركة السونطراك الجزائرية بشأن سعر شراء الغاز الطبيعي لعام الفين واربعة وعشرين بيان عن الشركة الاسبانية نقل عن رينيس تأكيده ان الاتفاق يثبت متانة العلاقة التاريخية بين الطرفين والتزام الشركتين بامن الامداد الى شبه الجزيرة الايبرية مضيفا بان السونطراك اثبتت بالفعل انها شريك موثوق ناتورجي توصلت مؤخرا الى اتفاق مع سونطراك بشأن سعر شراء الغاز الطبيعي الجزائري لعام الفين واربعة وعشرين ان اغلاق هذه المفاوضات الاخيرة يثبت متانة العلاقة التاريخية بين الطرفين ويؤكد التزام الشركتين بامن الامداد الى شبه الجزيرة الايبرية سونطراك اثبتت بالفعل انها شريك موثوق اتفقت منظمات لارباب العمل في كل من الجزائر وتونس وليبيا الاثنين على انشاء مجلس شراكة كالية للعمل المشترك قصد المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بين الدول الثلاثة بيان المشترك صادر عن مجلس تجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اوتيكا والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا اوضح بان التكتل الجديد سيعهد له ببحث اقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطعين الخاص والعام في الدول الثلاثة لسيما على مستوى المناطق الحدودية ودراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية ذكر وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف بالتزام بلاده بالعمل الجماعي الافريقي لمواجهة تحديات متعددة الابعاد وتكريسا لمبدأ الحلول الافريقية جاء ذلك في كلمة لأحمد عطاف القاها نيابة عنه المفاتيش العام لوزارة الخارجية عبد الحميد احمد خوجة اثناء افتتاح الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعضها الافريقي تحت شعار الجزائر وافريقيا ذاكرة مشتركة مصير واحد ومستقبل واعد عطاف اكد ان الجزائر ستساهم بكل ما اوتيت من امكانات لمواجهة نزاعات التي لا تزال تهدد امن واستقرار دول القارة الافريقية كما ساهمت بلادي بكل ما اوتيت من امكانيات في مسيرة تحرر قارتنا الافريقية وكسر اغلال الاستعمار التي كبلت شعوبها تؤكد اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على التزامها بالعمل الجماعي الافريقي للوقاية من النزاعات وتشويتها في قارتنا لبلوغ التنمية الاقتصادية بدوري اوضح وزير المجاهدين الجزائري العيدربيج بان بلاده ملتزمة بدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة في تقرير مصيرها وتحقيق سيادتها إن المتعمق في دراسة أدبيات الثورة والحرية في إفريقيا لا يمكنه المرور عن لحظات الدفاع المشترك والدعم بين الجزائر والدول الإفريقية وإفريقيا والجزائر أثناء صراعه الشريف في استعادة السيادة الجزائرية وتأميم ثرواتها وتأميم حدودها وبناء علاقاتها الدبلوماسية والصديقة والحليفة في القارة وتدويل كينونتها ووجودها منذ الثورة إلى يومنا هذا كتشريف لمسار الدبلوماسية الاحترافية للجزائر وبقائها على عهد الشرف بالدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة في تقرير مصيرها وحدودها وآمانها وسيادتها وبقائها هذا وأكد المشاركون في الملتقى على المساهمة الكبيرة للجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم على رأسها القضيتان الصحروية والفلسطينية الجزائر ما زالت مكة الثوار وتجتمع أحرار العالم فيها لتبعث بنور الحرية والكرامة لتبدد ظلام الاستعمار والاستبداد مع الأسف ابتلينا بيجار يسير في هذا التوسع ودرب الحائط بكل القوانين ويتبع كل الأساليب الغير المشروعة لأنه فاقد الشرعية أدرك تمام الإدراك الدور الكبير لدولة الجزائر في دعم كل ثورات إفريقيا وشعوب إفريقيا ولكننا أيضاً نحن الشعب الفلسطيني نسجل بكل احترام وتقدير الدعم التاريخي لدولة الجزائر منذ أن قال الشهيد الراحل الرئيس هواري بوميديان مع الجزائر ظالمة أو مظلومة إلى اليوم إلى عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي يقف مع الجزائر بكل الإمكان يقف مع فلسطين ويقدم لها الدعم ويقدم لها الدعم المتواصل من أجل إسنادها في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الجزائر وجنوب إفريقيا تقفان متحدتين من أجل تحقيق الاستقلال في آخر مستعمرة إفريقية وهي الصحراء الغربية الشعب الصحراوي لا يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال المغربي ينتهك جميع حقوقه الأساسية المندرجة تحت القانون الدولي وبالأخص القرار الأممي المتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي لا يزال متجاهلا فيما يحرم الصحراويون من حقوق الإنسان الأساسية وصف سفير الجمهورية الصحراوية لدى أنجولا حمد الخليل ميار محاولات نظام المخزن تمرير فكرة استثناء وإقصاء الجمهورية الصحراوية من المشاركة في القمم التي ينظمها الاتحاد الأفريقي مناصفة مع الشركة إلى جانب بالتضليل وبيع الوهمة ميارة وفي تصريحات أدل بها لوكالة الأنباء الجزائرية أكد أن المغرب الذي واصل سياسة محاولة فرض الأمر الواقع فشل في إقصاء الجمهورية الصحراوية من المشاركة في لقاءة الشراكة وكل الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي بصفته دولة عضوا مؤسسة وفعالة في التكتل القرية مروجت له أبواق الإعلام المخزني مؤخرا حول إمكانية إقصاء الدولة الصحراوية من المشاركة في فعالية الشراكات من مؤتمرات وقمم لا أسس له من الصحة على الإطلاق المخزن يشعى إلى نشر إشاعات مغرطة ومضللة ويبيع الوهم والسراب لشعب المغربي ومحاولة إقناعه بتحقيق انتصار بعد أكثر من سبع سنوات من طلب انضمامه إلى منظمة الاتحاد الأفريقي التي سبق وأن وصف سبقتها بأقبح الأوصاف ميارة شدد على أن القرار 762 الصادر عن الاتحاد الأفريقي في اجتماع الأخير بغانا لم يتضمن أي إشارة إلى إقصاء أي دولة عضو في الاتحاد من قمم الشركات الإشاعات التي يطلقها الاحتلال المغربي جاءت يوما واحدا قبل انتهاء اجتماع للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية المكون من وزراء الدول الأعضاء الخمسة والخمسين في دورتها المنعقدة في العاصمات الغانية أكره يومي الثامن عشر والتاسع عشر جويلي الجاري والتي ناقش تقارير لجنة الممثلين الدائمين وبعض اللجان واللجان الفرعية من بينها مسألة المشاركة في قمم ومؤتمرة الشراكة جدد رئيس جنوب أفريقيا راما فوزا تأكيد على موقف بلاده المتضامن والدعم للشعب الصحروي في سبيل تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال راما فوزا في كلمة ألقاها أمام البرلمان أكد التزام جنوب أفريقيا بمواصلة دعم الشعبين الصحروي والفلسطيني إلى غاية تحقيق حقوقهما كاملة غير منقوصة بينما يحتفل محمد السادس بمضي ربع قرن على تولي الحكمة تزداد الأوضاع الاجتماعية في المغرب قتامة بتزامن مع انهيار اقتصادي وانحضاط سياسي داخليا وخارجيا في ظل إصرار نظام المخزن على ما يصفه بالتحالف الاستراتيجي مع الاحتلال الصهوني دون أي اعتبار لمجازره في حق الفلسطينيين ولا لانعكاسات التنازلات المنجرة عن التطبيع على الشعب المغربي الذي يرزح تحت وطأة الفساد الحكومي والسياسة التفقير احباد شعبي حراك عمالي مشاكل اقتصادية بالجملة معدلة بطالة مرتفعة دين عام ضخم فقر وتعليم ورعاية صحية مترديا وفجوة تعمقت بين الملك والشعب بعد عار التطبيع مع الصهاينة مشهد قاتم للمغرب رسمه محمد السادس بعد 25 سنة من توليه الحكم يتساءل الجميع في المغرب عن المقابل الذي حصل عليه لقاء التطبيع بشكل خاص في الجانب الاقتصادي المنهار كليا فمنذ ارتماء المملكة في حضن الكيان تفاقمت المشكلات الاقتصادية ارتفعت الاسعار انكمشت الموارد المالية الى مستويات متدنية وتزايدت معدلات التضخم حسب تقارير لمؤسسات مالية عالمية كما توسعت الازمات الاجتماعية ما اجج الاحتجاجات والمسيرات الشعبية وادخل النقابات العمالية في ادرابات مفتوحة شلت البلاد واجهها المخزن بالقمع والاضطهاد وكتم صوت كل مندد بالتعاون المغربي الصهيوني وصل الى حد سجن البعض بالمقابل يشن نظام المملكة حربا الالكترونية يحاول عبرها تبييد وتلميع صورة محمد السادس وصرف انتباه المغاربة الى قضايا ومشكلات جانبية وتصوير انجازات وهمية العرش الذي يخشى من تزايد عدم الاستقرار في ظل تواطئه مع الكيان السهيوني اثناء حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة يمعن بدوره في احتلال الاراضي الصحراوية وقمع ابناء الريف مثقلا ملفه الحقوقي بالانتهاكات فالدور الباهت للحكومة والبرلمان في عملية اتخاذ القرار بالمغرب يخل بالهرم السياسي الذي يجرد الشعب من سيادته ويربطها بالمؤسسة الملكية التي منحت لنفسها صلاحيات مطلقة فالملك صاحب شعار العهد الجديد افرزت ممارساته واقعا مخيبا للامال وحافظ على الارثل السبدادي للحسن الثاني ما ولد انتفاضة شعبية واسعة قد تسقط اركان عرشه هذا ونددت منظمات مغربية بما اعتبرته انتقام نظام المخزن الممنهج من المناظرين نصرة للقضية الفلسطينية عبر استغلال جهاز القضاء وغيره لمعاقبتهم واكدت جماعة العدل والاحسان المغربية في بيان لها ان الاستمرار في تلفيق التهم لمعارض التطبيع بملفات فارغة دليل كاف على حالة الافلاس الاخلاقي والانسداد السياسي الذي وصل اليه نظام المخزن شهد شهر جوليا الحالي فقط مسلسلا من المحكمات الظالمة التي تفتقد فيها كل شروط العدالة في سياق مطبوع بتصاعد المقاربة القمعية الامنية التي يواجه بها المخزن صرخات ابناء وبنات شعبنا في وجه الظلم والتفقير لترسيخ سلطويته وانتهاك حقوق المغربيين وتكميم الافواه ومسادرة حرية الرأي والانتماء السياسي والحق في المعارضة في ظل استمرار التلدي والانهيار المتلاحق للوضع الاجتماعي والتيه السياسي الذي وصل إليه التدبير المخزني الذي أغرق الشعب المغربي المستضعف في ذيق العيش والضنكة أعلنت وزارة الدفاع في النيجرة الثلاثاء مقتل 15 جنديا على الأقل في منطقة تير جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع بوركي نافاسو وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي أكدت الوزارة أن وحدة من قوة الدفاع والأمن اشتبكت خلال عملية مع مجموعات وصفها البيان بالإرهابية على محور بنكي لاريتيرا على مشارف قرية فونيكو مضيفة أن 15 جنديا قتلوا وفق حصيلة مبدئية كما أشارت إلى فقدان ثلاثة جنود ومقتل 21 إرهابيا خلال البعاركة لقي 259 شخصا مصرعهم وفقد المئات تنزلقات أرضية جنوب إثيوبيا وذكر مسؤول في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا إنما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم فيما تستمر عمليات الإغاثة كشفت وسائل أعلام أمريكية ثلاثة أن الحملة الانتخابية لكامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن جمعت أكثر من مئة مليون دولار منذ ظهر يوم الأحد لمساء أمس الاثنين المصادر ذاتها أكدت أن أكثر من مليون ومئة ألف شخص ساهموا في التبرع لحملة هاريس في انتظار ترسيم ترشيحها من طرف الحزب الديموقراطي لرئاسية الأمريكية وصرحت هاريس بأن حملتها لقت دعماً واسعاً وضيفة بأن اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة التابعة لها شاركت في عملية جمع التبرعات أعلنت رئيسة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأمريكية كيمبريل تشيتل على خلفية محاولة اختيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد تراب خلال تجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا واعترفت جيتل الاثنين عند مثولها أمام مجلس النواب للتحقيق بشأن القضية بوجود فجوات الأبنية يوم محاولة اختيال مرشحة للرئاسيات الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكية الثلاثة بأنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات محاولة اختيال ترامب جونسون أوضح في مؤتمر صحفي أن مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل قدمت إجابات غير مقبولة لشأن محاولة اختيال الرئيس السابق دعيا في ذات السياق المرشحة المحتبلة للرئاسيات عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس إلى التنحي من منصبها مبررت ذلك بأن هاريس وجو بايدن غير مؤهلين لترأس الولايات المتحدة التي تحتاج إلى قيادة رشيدة على حد تعبيره علينا إعادة بناء إيمان الشعب الامريكي وثقته في الخدمة السرية كوكالة تتحمل مسؤولية مهمة للغاية في حماية الرؤساء والرؤساء السابقين والمسؤولين الآخرين في السلطة التنفيذية لدينا الكثير من العمل القيام به ستكون فرقة العمل التي سنشكلها مهمة للغاية كما قلت لديهم مسؤولية التحقيق في الكارثة التي حدثت يوم السبت لمحاسبة المسؤولين عما حدث أصابت مسيرات أوكرانية سفينة روسية في ميناء مقابل شبه جزيرة القرم أدى إلى مقتل وجرح عددين من أفراد الضاقم وذكر حاكم منطقة كراسنودار الروسي عبر تيليجرام بأن مسيرات هاجمت عبارة في ميناء كافكاز أسفرت عن قتل وجرح من أفراد الطاقم ومضيفي المرفع من جهة أعلنت روسيا ثلاثاء اسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم أكدت وزارة الدفاع الروسي عبر تيليجرام اعتراض وتدمير دفاعات الجوية لمسيرتين فوق منطقة بيريانسك واثنتين فوق بيلغورود إلى جنب اسقاط 21 طائرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود أعلنت أكرانيا ثلاثاء بأن هجوما جويا روسيا ألحق أضرارا بمشاءة بنية تحتية حيوية في منطقة سومي شمال شرقي البلاد وأكدت الإدارة العسكرية للمنطقة عبر تطبيق تيليجرام عدم وقوع صبات نتيجة الهجوم دون تحديد المشاءة المتضررة من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها دمرت سبع طائرات مسيرة من أصل ثمان أطلقتها روسيا في شأن ضيسلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء مناورات بالصواريخ الباليستية العابرة للقرات ذات القدرة على الهجوم النووي وأكدت الوزارة في بيان لها صدر ثلاثاء إجراء المناورات المخطط لها مسبقا باستخدام قذفات الصواريخ الأرضية المتنقلة من طراز يارس القادرة على تنفيذ هجمات نووية يبلغ مداها نحو 12 ألف كيلومتر ختم النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله